ضربات متفرقة حسن بمعنى أنه لا توجد ضربات كثيفة أو ضربات مركزة كما يجري في جنوب لبنان ولكنها ضربات تستهدف منازل أو جرود ومناطق مفتوحة تقول بإسرائيل بأنها تحتوي على ربما صواريخ أو مخازن أسلحة لحزب الله ولكن ما شاهدناه هنا بأعيننا حسن على الطريق من البقاع باتجاه بعلبك نحن الآن سنتجه إلى راسب علبك أن هناك ضربات متفرقة استهدفت منازل في الغالب على ما فهمناه من السكان في المنطقة بأنهم مدنيين في منطقة تل الأبيض كانت فجرة اليوم أو بالأمس عفوا ليلة أمس كان هناك استهداف لمنزل قضى كل من فيه حسن باستثناء شخص واحد من كان في المنزل هم أسرة فيها أب وأم وأطفال قبل قليل قبل ربع ساعة تقريبا من الآن خلفي تماما في البواب الشرقية الآن لم يعد هناك صورة لم يعد هناك ظهور لأعمدة الدخان ولكن خلفي تماما كان هناك استهداف لمدخل بعلبك الشرقي كل هذه المنطقة يكون فيها استهدافات ولكن الاستهدافات هي مركزة ودقيقة بمعنى أنها محاولة لاغتيال أو محاولة لاستهداف مراكز أسلحة على ما تقوله إسرائيل ولكن ما نسمعه هنا من المدنيين حسن بأن كل من تم استهدافه هنا من المدنيين بمعنى أنه لا يوجد أهداف عسكرية أو لا يوجد على سبيل المثال كما جرى في الضحية خلال الأيام الماضية ليلة أمس والأيام الماضية استهداف قادة لحزب الله الآن نسمع حسن أيضا استهداف في الجهة اليمنية باتجاه البقاع نحن الآن كنا نتوجه باتجاه راسي بعلبك على مشارف بعلبك نحن الآن الآن كان هناك ضربة أيضا سمعنا صوت الانفجار ربما هو استهداف قبل قليل الصوت الذي سمعناه بالانفجار خلفي عند البواب الشرقية لبعلبك حسن كانت عبارة عن ضربة بقذيفتين متتاليتين بمعنى الأهداف الغارات الإسرائيلية الآن هنا مكثفة حالة السكان هنا نزوح نوعا ما الشوارع شبه فارغة عندما وصلنا بالأمس كانت كل الأضواء مطفئة لا يوجد إنارة ولا يوجد أحد في الشوارع حسن بمعنى أنه أيضا في هذه المناطق كان هناك حالة نزوح ربما باتجاه زحلة أو باتجاه جبل لبنان وباتجاه بيروت على ما فهمناه من الناس ولكن الأوضاع حتى الآن هناك حياة ربما شبه طبيعية في هذه المنطقة رغم الاستهدافات المتتالية حسن